مواجهة قوية ومرتقبة تنتظر المنتخب المصري مساء يوم الأربعاء حيث يصطدم بمنتخب كودفوار على ملعب جابوما بالكاميرون ضمن مباريات دور الستة عشر من كأس الأمم الإفريقية لقاء اليوم يعد بمثابة نهائي مبكر للبطولة إذ يجمع بين منتخبين بلغ إجمالي عدد البطولات التي حصلا عليها في أمم إفريقيا تسعة ألقاب بواقع سبعة ألقاب للمنتخب المصري الذي يتصدر قائمة أكثر المنتخبات فوزا بالمسابقة ولقبين لمنتخب كودفوار مواجهة اليوم لا تقبل القسمة على اثنين ولابد من فائز بها فالمنتخب المصري يسعى لتقديم أداء يليق بالأسماء التي تضمها قائمته وعلى رأسها محمد صلاح ثالث أفضل لاعب في العالم ولتعويض الجماهير أيضا عن الأداء المتذبذب في مرحلة المجموعات المنتخب الإفواري يبحث عن مواصلة مشواره نحو نهاء البطولة القرية التي ستكون خير تعويض لجماهير الأفيال عن خيبة الخروج من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 ويتسلح لاعبو المنتخب المصري بالأمل في ترويد الأفيال الإفوارية وتجاوز الأداء الباهت في مرحلة المجموعات خصوصا بعدما قدم المنتخب التونسي أداء أكثر من رائع أمام منتخب نيجيريا وأطاح به خارج البطولة بفضل الروح والالتزام التكتيكي وتشهد المباراة مواجهة مكررة بين البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للفراعنة والفرنسي بومال المدير الفني للمنتخب الإفواري بعدما دخلا في مشادة كلامية خلال كأس العالم 2018 بروسيا حينما كان يقود الأول منتخب إيران فيما كان يعمل الثاني معاونا لمواطنه رينارد في تدريب منتخب المغرب وهو اللقاء الذي شهد تفوق الإيرانيين بهدف دون رد مواجهة اليوم من الصعب التكهن بنتيجتها بظل الخبرات الكبيرة التي يتمتع بها المنتخب المصري وتسلح الأفيال الإفوارية بالفوز الكبير على المنتخب الجزائري في دور المجموعات فهل ينتفض محمد صلاح ورفاقه وينجح في ترويد الأفيال؟ أم سيكون لفرانكي سي وزملائه رأي آخر؟